أنا الحقيقة كمان يعني مرضتش أطول في مقدمة الحلقة لكن ما قدرش ما تكلمش أو أستثني حالة الهازل اللي حصلة في ملف إدارة المسابقات الرياضية في مصر والمشهد العبثي الحقيقة اللي احنا وصلين ليه احنا بنتكلم طبعا على مسابقات يعني وانتوا بتستعرضوا كده دايما ودايما أنا يعني ما بقدرش ما حطش المقارنة يعني أنا بتكلم على دوريات الكبيرة بتكلم على الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني الدوري الألماني وإلى آخره يعني الناس دي يعني طبعا في حتة تانية محدش يقدر ينكر ده وأنا ما بطلبش أن احنا نكون زيهم عشانا لسه قدامنا سنين طويلة قوي جدا بس على أقل تقدير نحس أن احنا خدنا خطوات أو بنتحرك يعني نشوف يعني نيجي مثلا نقول والله يا جماعة تعالوا نشوف الاتحاد الفرنساوي خطت ازاي الكرة الفرنسية اللي خلتهم بقوا أبطال عالم وبقوا يخشوا مع خدوا بالكوا في فرنسا لغاية قبل 8 سنة ما كانتش خد كاس العالم يعني لغاية قبل جيل زيدان ودساوي والجيل ده ما كانوش خدوا كاس عالم من 98 للنهاردة فات كام فات 24 سنة هي فترة أقل بكتير جدا من الفترة اللي احنا تأهلة فيها بين كاس العالم 90 و2018 بس تعالوا نشوف الفارق إيه يعني الناس دي لما تحركت في 24 سنة عملوا إيه خدوا كام مرة كاس عالم قدموا للعالم مواهب أهم من جوم كرة القدم العالمية النهاردة ده الكلام ده مش النهاردة ده الكلام ده من 10 سنين فاتوا من فرنسا أكتر دولة بتصدر لعابين محترفين للخارج بيزنس واقتصاد فرنسا أكتر منتخب مرشح للتتويج بأي لقب أوائب طول هو بيشارك فيها فرنسا بلاش فرنسا بعيد قوي علينا فرنسا انت جاب لنا جاب لنا فرنسا جاب لنا من الآخر بلاش فرنسا بلجيكا بلاش بلجيكا كوريا الجنوبية اللي احنا رايحين نلعيبها دي كانت فين من 15-20 سنة والنهاردة منتخب كوريا الجنوبية فين لو مش عايزين تسافروا بعيد قوي كده بصوا على الخليج جنبنا بصوا المسابقات بصوا التقنيات بصوا التحكيم والتحكيم ده ده ملف الوحده ده ملف الوحده ازاي يبقى عندك السنة فيها 52 اسبوع وعندك دوري في 34 مواجهة مع بطلتين كاس وحدة قديم وواحدة جديد مع أربع عندية مصرية بتشارك في بطلات أفريقية وغالبا غالبا يعني لو بصنا الآخر أربع خمس نصر هتلاقي منهم الأهلي طبعا وصل ثلاثة نهائي أو أربعة ثلاثة نهائي وقبل نهائي وعندنا بيرمز أعتقد وصل مرتين نهائي فبالتالي بيشاركوا ويكملوا لغاية آخر المشوار أربع عندية مصرية اتنين بطولة دوري أبطال واثنين بطولة كونفدرالية وعندك مفترض يعني أنك حطت في خطتك لازم لازم يبقى فيه فترة راحة سلبية ما هو الناس الطبيعية مش هتقدر تكمل مواسم متلحمة كده إلى ما لا نهاية وده جزء مستنزاف قدرات اللاعبين اللي وصلين لمرحلة أنا مشفق عليهم الحقيقة صحيح غياب الروح وغياب النخوة وغياب أي حاجة مش موجودة في مطش إثيوبيا ده شيء لازم يتحمله مسؤوليته لكن الحقيقة أنا مشفق عليهم لأن اللعيبة دي بقالها يعني مش ملحقة يعني مش ملحقة مش ملحقة بجد مش ملحقة مطشاط ما بتاخدش بريك ما بتاخدش فترة إعداد شيء مش ممكن طاقة بشر تستحمله يعني هتجيب منين فترات توقف للمنتخب ومعسكرات تجمع للمنتخب ومشاركات لمباشات رسمية للمنتخب ومشاركات في مباراة ودية وأجندة دولية للمنتخب مع دوري بيستمر لمدة 34 أسبوع مش عارف ليه عاملين دوري نسخة دوري من 18 نادي ما احناش يعني ما هي الدنيا واضحة يعني احنا بقلنا سنين بنتكلم في ده بتخش أندية هيئات بتخش أندية شركات آه يعني بتحاول لكن في النهاية المنافسة على القاع أكتر منها المنافسة على القمة ليه دوري من 18 نادي في ظروف امتداد المواسم ووي إلى آخره ليه كاس جديد وليه كاس قديم هتجيب وقت منين المنتخب معسكرات وتجمعات ومشاركات ودية ومشاركات رسمية وشاركات أندية في بطولات أفريقية وشاركات أندية في بطولات محلية إزاي حالة من حالات العبس